كنت دايماً تقول إنه سمير غانم طيب شخص طيب طيب بصي حقول لي حاجة أصيبية فيه ناس كتير أو طيبية بس ممكن تزعل منه لكن ده طيب يعني ياخد دكتوراه في الطيبة يعني طيب وودود وأكد يعني مبلاش شبش عايزة أقول إنه يعني لدرجة إنه ممكن يكون سازج لكن هو مش سازج إنما هو طيب لدرجة غير عادية وما يقدرش يكسف حد وما يقدرش يظلم حد أبدا دي دي مش موجودة عنده خالص إنما ما يقدرش يكسف حد يعني مثلا إيه ما يقدرش يكسف حد يعني مثلا يكتمع أول ما يقوله أنا محبش حكاية المكتب ومش المكتب هو كان لو طرابيزة كده في فندق معروف في الفندق الترابيزة دي بتاع السمير غانم ييجي في أي وقت الترابيزة دي بتاعته فكل الاتفاقات تتم مع الترابيزة دي مش مع أنا بس مع أي حد بيتكلم في شغلة حتى في أي حاجة في المزيكة في اللي بتش أعلم فهو قاعد بقى في مكان مفتوح فالأوتيل ناس رايحة وناس جاية وكلهم عرب عايزين تصوروا كلهم بيصوروا بلا استثناء ما قالتش الواحد معلش رسانة عندي شغل أنا معادي معاه مثلا الساعة أربعة اللي غدت أربعة ونص أمشي الساعة عشر بالليل عشان الناس اللي بيصوروا خدي من ده عشرين سانة إنه ما جاش في مرة قال الواحد معلش أصلي مش قادر أو مش شايفني أنا باكل حالة النجومية دي ما بيعشهش روحت معاه باريس قال لي كان راح يتعالج فماشيين في الشانزرزيف قعدنا القتيل لغاية الكافي بتاع خمس دقائق ماشي قعدناها بتاع ست سبع ساعات ست سبع ساعات هو كل شوية الناس عرب اللي بيوقفوه يعني مصريين جزائريين توانسة مغربة سعوديين من كل الأشكال أصور 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 فهو الأمر ما يكسف حد فهي الطيبة دي طبعا أنا أعرف ناس تانية مش كده خالص في إحساس النجومية عالي جدا وانت يعني أنا يعني كمان يترد عن ناس يعني يقول له مش شايفني باكل يعني انت مش شايفني زي زباية الناس أنا بامشي في الشارع لا هو ما يقدرش كان يعمل كده أبدا يعني وفي المسرح ما كانش بيمنع حد أن يتصور معاه كان يستنى بعد العرض يمكن أن يقعد ساعة يعني أبقى شايف طبور من قطه لغاية الشارع طبور مش مبالغة مش مبالغة طبور واقف في ناس بتنظم الطبور ده أن كل واحد يخش يصور معاه بالتليفون بتاعه أو بالكاميرا بتاعة المسرح